بسم الله الرحمن الرحيم بعد هذا غالط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم لكر رحمه الله قال من أعجب العجاب يعني من الأمور التي يتعجب لها الإنسان ستة أصول ذكر الله في كتابه غالط فيها أي أخطأ فيها كثير من ناس حتى من أذكياء العالم يعني ما يعرفوا هذه الأصول الستة وهم أذكياء العالم حتى وكانوا علماء فإنهم غلطوا في هذه الأصول الستة ولم يفهموها ولم يعرفوها حق المعرفة نعم الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له هذا الأصل الأول إخلاص الدين لله والمراد بالدين يعني العبادة لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا بشرطين اثنين الشرط الأول إخلاص العمل لله ألا لله الدين الخالص قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين وما أمروا إلا يعبد الله مخلصا له الدين وعند ابن ماجه عن أبو مامة الباهلي رو عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه حدث صحيح إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه أما إذا لم يكن خالصا فقد دخله الشرك وفي صحيح مسلم عن نبي هريرة رأى أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الأغنية عن الشرك من عمل عمل أشرك في معي غير تقته وشركه فالعمل متى ما جرد عن الإخلاص وقع فيه الشرك العمل متى ما جرد عن الإخلاص دهب عن الإخلاص دخله الشرك فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه هذا الشرط الأول الشرط الثاني المتابعة متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام تتوضى كما توضى تصلي كما صلى تصوم كما صام وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد معنى من أحدث يعني هو الذي أنشأ الفعل البدعة هالي هو التي أنشأها من الحدث أما معنى من عمل يعني أن البدعة قديمة لكن هو بشى عليها هذا الفرق بين هذين اللفظين من أحدث ومن عمل من أحدث هو الذي أحدث البدعة البدعة لأن البدعة هي الحدث في الدين من عمل البدعة قديمة لكنه صار عليها فالعبادة نكن العبادة الإخلاص والمتابعة نكن العبادة الإخلاص والمتابعة إذا فقد الإخلاص وقع في الشرك إذا فقد المتابعة وقع في البدعة فلابد من اجتماع هذه الأمرين حتى يكون عمل متقبلا عند الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله الشرك بالله ضد الإخلاص من عمل عملا أشرك معي في قياس تركته وشركه من ترك الإخلاص لله في العبادة وقع في الشرك نعم وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة يعني عامة الناس يعني يعرف آل الله الدين الخالص عامة الناس يعرف نعم ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتخصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم نعم الشيطان قالهم أن من محبة الصالحين هذا رجل صالح وهو ولي من أولياء الله أصرف له العبادة أدعوه كما تدعو الله استغث به كما تستغث بالله لأنك إذا ما دعوته فقد أهنت هذا الصالح تنقصت هذا الصالح إذا ما استغثت به فقد تنقصت هذا الصالح إذا ما حرفت به فقد تنقصت هذا الصالح فوسوس لهم الشيطان أن هذا من التنقص للصالحين وعلامة محبة الصالحين أنك تحلف بهم تستغث بهم تتوكل بهم وهذا من نزقات الشيطان من طرق الشيطان التي ألقاها على ابن آدم فجعلهم يعبدون الصالحين من دون الله فإن قالوا نحن ما عبدناهم نحن نعبد الله ذكر هذا الإمام في كشف الشبهات قالوا كيف تقولون نحن عبدناهم ونحن نعبد الله يقال لهم أليس الحلف أليستم تحلفون بالصالحين يا بدوي والبدوي والبدوي والنبي والعباس والحسين أليس هذا حلفا أليس الحلف عبادة أليستم تستقثون بهم يا بدوي يا عباس يا حسين أليست استغاثة عبادة فالعبرة في الحقائق لا بالمسميات العبرة بالحقائق الحقيقة أنكم صرفتم العبادة لا بالمسميات لا تقول هذا حب الصالحين ما فرق بين الحب الصالحين وبين العبادة لا نقول هذه مسميات لا يلتفت لها العبرة في الحقائق صرفتم العبادة كما صرفتوها صرفت عبادة لغير الله ولم تصرفوها لله كما فعل أهل الشرك قالوا نحن هذه الأصنام أو عفوا هذه الآلهة آلهة الأرض قالوا تقربنا إلى إله السماء هكذا يقولون يقولون إله الأرض يقرب إلى إله السماء فهؤلاء نفسهم يقولون هذا يقربنا إلى الله زلفاء نعم قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني آمر الله بالاجتماع في الدين وناهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا نعم هذا الأصل الثاني أصل المهم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستماع قال واعتصموا بحبل الله جميعا قال ابن مسعود حبل الله الجماعة حبل الله الجماعة ولا تفرقوا نهيون عن التفرق وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى كل الأنبياء أن يدعوا أتباعهم إلى الاستماع وينهونهم عن التفرق أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شارلكم الدين وصب بنوح وليل وحيلي وصب إبراهيم وموسى وعيسى أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أقيموا الدين أي اجتمعوا عليه ولا تتفرق فيه نهي عن التفرق وبيس سبحانه وتعالى أن التفرق من علامات المشركين منيبين إليه والتقواتكم من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وذكر الإمام في مساء للجاهلية أن الأحزاب والتفرقات من دعب الجاهلية التي نحن نهينا عن مشابهة أهل الجاهلية فنحن أمرنا بالاجتماع على الحق وهذا من علامة هذه الأمة أهل سنة وجماعة أهل سنة سنة النبي سلم جماعنا اجتماعنا على الحق وأما الفرقة فقد نهى على النبي ربنا سبحانه وتعالى ونهى على النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام عليكم في الجماعة فأن نيد الله على الجماعة وأما الفرقة قال إن الشيطان إن الشيطان مع الفرقة يركض روها النسائل إن الشيطان مع الفرقة يركض وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد الجماعة رحمة والفرقة عذاب الجماعة رحمة والفرقة عذاب يقول الطحاوي في العقيدة الطحاوية ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيقاً وعذاباً نحن زيقاً وعذاباً والفرقة لها أسباب الفرقة لها أسباب أهمها سببان أهمها سببان السبب الأول العجب في الرأي العجب يعجب برأيه يرى من نفسي أنه أصبح عالماً فلا يلتفت لأحده يرى أنه إذا رجع عن قوله أصبح إيش إهانة لهم فيرى نفسه أنه أصبح عالماً من العلماء فهذا أول سبب من السبب الفرقة العجب في النفس يعجب بعلمه لكن الإنسان يتعوذ بالله من العجب من الكبر يتعوذ بالله السبب الثاني إنشاء عمل إنشاء عمل يوالى له ويعادى عليه قال الشيخ إسلام ابن تيمية هذا المسلم مهم قال الشيخ إسلام ابن تيمية علامة المبتدعة علامة المبتدعة إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه إن لم تكن معنا فأنت إيش فأنت ضدنا وافق أو فارق وافق على هذا العمل أو فارق على هذا كحال الحزبية الآن إنشاء عمل الولاء والبراء يوالون له ويعادون عليه إن لم تكن معنا فأنت إيش هذا الشعار الحزاب فشاهد أن الفرقة جاءت من هذين السببين العجب هذا أولا والثاني إنشاء عمل يوال له ويعاد عليه فنحن والله الحم أهل سنة وجماعة ونفتخر بهذا الاسم أهل سنة وجماعة على منهج السلف وهم ما تقدم لأن السلف هم آباءك وأجدادك الأوائل يسمون سلفا في لغة العرب والسلف عند أهل العلم يعني هم الأوائل الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أم المهتدين هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية المعرف السلف قال الشيخ الإسلام السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأم المهتدين ومن جاء بعدهم فذا قلت أنت سلفي أنك اقتديت بأولاك القوم الذين هدى الله فأما إن خالفتهم فأنت خلفي من المخالفة فاستمف ليس عندهم هذه الأحزاب ولا هذه الجماعات ولا غيرها بل هم أهل جماعة وأما الفرق والجماعات كل فرقة وكل جماعة إما تسموا على شيخ لهم قلوا فيه وإما تسموا على فعل فعلوا أهل السنة والجماعة قلنا هذا شرف لك لك شرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام السنة سنة النبي والجماعة جماعة المسلمين فهذا شرف إذا غيرك أنت منها سنة الجماعة أو أنك سلفي هذا شرف نعم أما ما عدا من الفرق إما تسموا على شيخ لهم الجهمية على الجهم ابن صفوان الأباضية على ابن أباض الكرامية على محمد ابن كرام وهكذا أو على عمل الصوفية من الصوف لمسوا الصوف المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن الخوالج خرجوا على الصحابة وهكذا الأحزاب يعملون عمل وانتسبون إليه سروري إخواني وهكذا سروري على محمد زيند لابدي أخواني على عملهم الذي عملوه حزبهم فالشاهد أن كل الأحزاب لا تخذ من هذه الأمة أو الفرق إما على شيخ وإما على عمل وأما أنت وفقت لهذا منهج الحق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة المسلمين وهم الفرقة الناجية لم أخبر من أعسلم أن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة واختلفت نعم قال كلها في النار إلا واحدة قيمني يا رسم الله قال الجماعة وفي الوقت قال على من كان مثل عليه أنا اليوم وأصحابي وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الافتراق حاصل والاختلاف حاصل ومن يعيش منكم في سنة اختلافا كثيرا كيف النجاة من هذا الاختلاف فعليكم بسنة وسنة الخلفاء السنة والتمسك بما عليه السلف الخلفاء هم السلف فهذا أصل عظيم أننا أمرنا بالاجتماع ونهينا عن التفرق نعم قال رحمه الله تعالى وذكر أنه أمر المسلمين من الاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين نعم يعني أصبح العلم عندهم الآن الفرقة في أصول الدين وفروعه أصول الدين يعني العقيدة وفروعه يعني الفقه يقول أصبح الآن عندهم يعني الفرقة هي العلم إنشاء حزب إنشاء جماعة وهكذا نعم قال وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون نعم يعني أصبح يذمونه أصبح يذمون من يدعو الناس إلى الاجتماع على الحق وينهاهم عن التفرق نعم قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا نعم هذا الأصل الثالث السمع والطاعة السمع يعني تسمع لكلام الحاكم والطاعة أي تطيع كلام الحاكم السمع والطاعة وهذا أصدر من أصول أهل السنة والجماعة يذكرون في كتب العقائد أنه أصدر من أصول أهل السنة والجماعة دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أجمع الصحابة أن المراد بيقولوا أمرهم الحكام هم الأمر بإجمع الصحابة لا خلاف بينهم وأما حاديث النبع سلم فأنها كثيرة بلغت مبلغ التواتر في السمع والطاعة بلغت مبلغ التواتر وأما عدم السمع والطاعة فهذا من علامات أهل الجاهلية وقد ذكر الإمام في مسائل الجاهلية من علاماتهم عدم السمع والطاعة عدم السمع والطاعة والسمع والطاعة للحاكم إن كان مسلما فهذا ديانة من باب الدين لأن الله أمرك ديانة كما أمرك في الصلاة أمرك في الزكاة أمرك في السمع والطاعة ديانة وإن كان كافرا فأن تسمع له من باب درء المفسدة حتى لا تحص المفسدة تسمع وتطيح حتى لا يعني تحص المفسدة درء مفسدته والطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة إنما الطاعة في المعروف فإذا أمر في المعصية فلا سمع ولا طاعة يعني فقط في هذه المعصية فقط ليس معنا أنك تخرج عليه لا بل من تمام الاجتماع السمع والطاعة ما تخرج عليه أنك ما أمر في الاجتماع لكن فقط في هذه المعصية لا سمع والطاعة فقط في هذه المعصية وقلنا ودريل هذا ما جاء في الصحي البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أميرا على جيش فقال الأمير أراد إيش أن يختبر الجيش قال اجمعوا لي الحطب فجمعوا الحطب قال أشعل النيران فأشعل النار قال ألقوا أنفسكم في النار فتوقفوا قالوا لا هو أراد إيش اختبارهم فقط ما أراد قتلهم فلما أراد إيش فلما ذهبوا إلى النيران لكن قل القرآن مخلوق وذا بالأهلك قال لا هو كلام الله فحبس رحمه الله فحبس رحمه الله وجلد ويأتوه الناس يقول له نخرج قل لا الدماء الدماء يعني أصبروا على السمع الطاعة الدماء الدماء أن الخروج إيش معناه وراه دماء وراه قتل ومفاسد عظيمة فأبى رحمه الله عليه أن يخرج بل كان يدعو للسلطان يدعو له بالهداية فهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها أما الخروج على الحاكم قلنا أوله بالكلام الحاكم فيه والحاكم فيه والحاكم فيه ثم تبدأ مظاهرات ثم بعد ذلك تبدأ أمور القتل وغير ذلك كما حصل فيه بلدان كثيرة ماذا استفادوا ما استفادوا شيئا أنفس قتلت زروع حرقت بيوت هدمت أطفال شردت نساء اقتصبت أموال نهبت مفاسد عظيمة ما استفادوا شيئا نعم قال رحمه الله تعالى ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به نعم نسوه كما هو حالا الحزبية يضحكون على السمع والطاعة يسمونهم علماء سلطان أو أهل سمع وطاعة استزاء نعم الأصل الرابع قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء هو الفقه والفقه وبيان من تشبه بهم وليس منهم هذا مسألة مهمة أن تعرف العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه منهم وليس منهم ترى أنه عالم لكنه ليس بعالم وتشبه بالعلماء لكن ليس بعالم تعرف من هم العلماء وهم الناس استفاض بين الناس بين العلماء استفاض بين العلماء أنه عالم كما استفاض أحمد بن حنبل أنه عالم الشافع أنه عالم مالك وغير من عمة الإسلام إلى يوم من هذا استفاض ابن بازل أنه عالم ابن عتمين أنه عالم الألبان أنه عالم وهكذا فيستفاض أنه عالم والمراد يستفاد بين العلماء ليس بين عامة الناس بين الجهال يقولون فلان عالم أنتم جهال ما تعرفون ما هو العلم حتى يقولون هذا عالم لكن المراد يستفاد بين من؟ بين العلماء مثل الشيخ مباج يقول أخونا العلامة ناصر الدين الألباني سوف يشد له أنه عالم فاستفاد بين العلماء بين العلماء يقول الشيخ ابعثمين وشيخنا الإمام ابن باز شيخنا الإمام ما استفاض بين العلماء أما بين عامة الناس عامة الناس ما يعرفون من هو العالم ينخدعون بداعية صغيرة يقولون هذا عالم ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام هو من علماء الكوفة من أصحاب أحمد بن حنبل كان عندهم طالب صغير علم فذهب إلى مصر كانت مصر ما عندها علم ولا يعرفون العلم العلم كان علماء الحديث في العراق فأصبح هذا يحدث في مصر حدثنا فلان حدث فلان قال بس هذا العالم حتى على شأنه في مصر أصبح في مصر له شأن لأنه ما يعرفون العالم فلما بلغ هذا ابن القاسم ابن سلام ضحك فقال يا أهل مصر إن البغاثة بأرضكم يستنسروا البغاث طائر في العالم عندك هنا لا موجود هنا عندنا فيه طائر صغير يأكل اللحم طائر صغير يأكل اللحم يعني إذا رأيتم هذا أنتم يستمعون عن النسور النسر موجود عندنا يعني يا مصر ليس عندكم نسر النسر هو الطائر الكبير الذي يأكل لحم هم يظنون كل طائر يأكل لحم يسمى نسرا فروا هذا الصغير قالوا هذا النسر قال لا يعني النسور عندنا أحمد بن حنبل علي المديني يحيي بن معين ما رأيتم هؤلاء فظلنتم أن هذا هو العالم فالشاهد ينبغي أن تفرق بين العالم وبين طالب العلم من تشبه بهم وليس منهم فليس كل أحد يطلق عليه عالم وعلامه شيخ محدث ليس كل أحد إنه المراد من شهد له العلماء وليس من شهد له الناس تنبهوا يعني عوام الناس عوام الناس لا يعرفون لا يميزون فقال معرفة العلم والعلماء والفوق الفقهاء ومن تشبه بهم وليس منه حتى وإن زكوه بعض الناس انتبه التزكيات ما تغني لا ترفع الرجل أبدا وإن ذمه كان على حق ما تنزل من قدره هذه المذمة نعم قال وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإيايا فارهبون إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة يعني أن بني إسرائيل ظلوا بسبب إيش الأحبار الذين عندهم ظنهم علماء وضيعوهم لما سمعوا كلامهم ضيعوهم فهكذا من يعني تمسكوا بطالب صغير يظنونه عالم قد يضيح قال الشيخ السلام ابن تيمية يهدم العلم أو يهدم الناس ثلاثة يهدم الناس ثلاثة نصف طبيب نصف طبيب ونصف فقيه ونصف نحوي نصف الطبيب نصف الطبيب يعرف بعض الطبيب يقرأ الحب السوداء دواء من كل داء الحديث قديما كانت الكتابة بدون نقطة ليس تماما موجودة نقطة هذا فيقرأ يقول الحية السوداء دواء فيهتم الحية السوداء للمريض يأكله ويموت الحية السوداء دواء من كل داء هو يشأل حب السوداء قال ونصف فقيه ما عرف الفقه فينظر للعلم بعين الأعور معرف الأدلة واختلاف الفقهاء فقال ينظر للعلم بعين الأعور قال والثالث نصف لغوي أو نصف نحوي نحوي يرفع المنصوب وينصف المرفوع قال أما الأول يهدم الأبدان يعني نصف الطبيب يهدم الأبدان يقتل الناس قال والثالي نصف فقيه قال يهدم الدين قال والثالث يهدم اللسان يهدم اللسان نعم قال رحمه الله تعالى ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد العامي البليد ثم صار هذا أغرب الأشياء فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون نظر كيف يعني لأنهم ما عرفوا العلم والعلماء تمسكوا بأي شخص يدع العلم فكاسب من أسباب نشر البدع والخرافات لأن ما عند علم أو يكون صاحب بدعة من أصحاب البدع فيأتيهم ويظنون أنه عالم وينشر لهم الخرافات والدجل لا سيما أصحاب الدعوة دعوة التبليغ مثلا يجلون البلاد ولا علم عندهم لا عندهم علم فينشرون الضلالات بين الناس فتنتش يقولون هؤلاء علماء جاءوا لينا هم لا يعرفون العلم ولا العلماء لديهم عوام الناس فقال رحمه الله فينشرون الضلالات وأنت إذا جيت قلت لا التوحيد كذا وكذا يقول لا أنت على خطأ فأصبح العلم عندهم جهل والجهل عندهم علم متضادات بسبب أنهم لا يميزوا بين العالم وغير العالم نعم قال رحمه الله تعالى وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم يعني عندما أصبح الفقيه العالم الذي ينهى عن التوحيد لا يعلم الناس التوحيد ولا يعلمهم أحكام الدين هذا هو الذي عندهم العالم أو يأتي فقط في القصص والحكايات يقرأ عليهم قصص ألف ليلة وليلة هذا عندهم وأصبح العالم نعم قال رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار نعم هذه أيضا مسألة ثانية تعرف الفرق بين أولياء الله وغيرهم الولي الولي الذي اجتمع فيه صفتان الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى قال إن أولياء الله لخف عليهم ولم يحزون لأن آمنوا وكانوا يتقوا آمنوا واتقوا قال الشيخ السلام ابن تيمية من كان لله تقيا كان الله وليا من كان لله تقيا كان الله وليا وصنف رسالة في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أولياء الرحمن هم أتباع الرسل الذين يتمسكوا بما جاءت به الرسل وأولياء الشيطان هم الذين خالقوا ما جاءت به الرسل قال كالسحرة كالدجيين كأهل البدعوة وغل ذلك فينبغي لك أن تعرف منهم أولياء الله ليس كل شيخ يقال له ولي البدوي ولي ولي عليش البدوي علي إيش لك رحمة الفقه رحمة الله عليه في حاشيته على كتاب التوحيد قال وقيل عنه أي البدوي أنه ما سجد لله ولا صلى ولا دخل مسجد قال دخل مرة واحدة يوم الجمعة إلى الحمام ثم خرج فقر ذكره حامد الفقه رحمه الله عن البدوي فأين الولاية كيف يقال أنه ولي من أولياء الله كيف يقال فهؤلاء ما عرفوا من هم أولياء الله هم الذين يتقوا الله آمنوا واتقوه الذين آمنوا وكانوا يتقوا ربنا نصعى لهذا ألا إن أولياء الله لا خوف عنهم ولا محزنوا الذي آمنوا وكان يتقوا فهذا هو هو الولي الذي يحرم أن تكون خصماً له من عاد لي ولياً فقد آذته في الحرب حيث أبي هريرة عند البخاري المراد الولي هذا ليس الولي ذاك الدجال الذي يخدع الناس أو يدعو الناس إلى الشرك إلى الضلالات إلى البدع إلى الخرافات هذا أولياء الشيطان كما ذكر عنهم شيخ رسام بن تيمية قال أولياء الشيطان نعم قال رحمه الله تعالى ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويعني أن علامة محبة النبي محبة الله عفوا باتباع نبيها عليه الصلاة والسلام فمن اتبع النبي قلنا أن أولياءهم أتباع الرسل هم أتباع الرسل وأولياء الشيطان أتباع الشيطان فعلامة محبة الله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أما يأتي ذاك الغبور يقول أنا أحب الله ويسمون العشق أعشق الله يقولون هكذا يقولون يأتون بألفاظ شنيعة يحبون الله يدعونهم يخالفون أهدي النبي عليه الصلاة والسلام أي محبة هذه بل هذا كذب كما نص على هذا الشيخ الإسلام في كتاب العبودية قال علامة محبة الله باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام كنت تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويخفر لكم ذروبه أما تدعون محبة الله وتخالفون نبيه ليش محبة هذا كذب قال رحمه الله وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه نعم يحبهم ويحبونه لأنهم حبوا دينه واختدوا برسوله عليه الصلاة والسلام نعم وآية في يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا وهو ضابط الولاية الإيمان والتقوى ضابط الولي الإيمان والتقوى نعم قال رحمه الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم نعم إذن قالوا الولي ما يتبع الرسول يأخذ مباشرة من اللوح المحفوظ مباشرة كما تقول الصوفية عن البدو ينظر في اللوح المحفوظ يقول لماذا نعني آت لي أقول قال رسول الله قال تعالى قال رسول الله قال تعالى يقول لماذا هذا بل يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة بدون واسطة فقالوا أن الولي ما يحتاج إلى واسطة لكن ذكر الإمام في نواقع الإسلام من وسع الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة عيسى فقد كفر شريعة موسى فقد كفر فكيف تعبد الله وأنت ما تتبع رسوله ولعده بالله تخرج على رسوله يقول لا أنا لا أريد السنة أريد أخذ من ربي مباشرة فذكر رحمه الله في نواقع الإسلام أن هذا ناقب من نواقع الإسلام نعم قال ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء نعم نعم قال رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة نعم هذا أيضا الشبهة السادسة رسول السادس قول بأن الكتاب والسنة ليس كل أحد يفقه هما لابد يقول لك ولي هو الذي ترجع عليه في فهم الكتاب والسنة فيحرفون كلام الله على هواهم والسنة على هواهم أذكر قراته كتاباً قديماً لأحد الصوفية وهو من أتباع البدوي إن لم يكن يقول مسمي نفسه على البدوي عفواً الابن الروحي البدوي الابن الروحي كما تقوله النصارى سبحان الله يقول وأما قول النبي لا تصلوا إلى القبور يقول يمنعوننا أن نصلي في مسجد البدوي يعني لوجود قبره يقول هذا من جهلهم يقول هؤلاء ما أعرفوا النص معنى لا تصلوا إلى القبور لا تسدد فوق القبر لا تسدد فوق القبر يقول هذا معنى لا تصلوا إلى القبور فإلى ليس معنىها على في لغة العرب أبداً إلى ابتداء القاية أو عفواً انتهاء القاية انتهاء القاية يعني لا تأتي عند القبر وتصلي وفرق بين إلى أو بين على فرق بين إلى أو بين على على معنى نعم استوى وعلى يعني يكون فوقه فما قال لا تصلوا على القبور قال لا تصلوا إلى القبور يعني قبلها عندها فالشاهد أنهم قالوا أن ليس كل أحد يعرف الكتاب والسنة كما تقول الرافضة الرافضة ما قالوا؟ قالوا التفسير ما يعرفه إلا للبيت فقط من فسر التفسير فهذا ردة تفسر كلام الله من أنت؟ حيث تفسر كلام الله من أنت؟ ما يفسر إلا المعصوم آل البيت فقط وكما تقول الصوفية من قال بالتفسير براية دخل النار يخوفون الناس على التفسير ومثل في السنة حتى يبعدوا الناس عن العلم فإذا أبعدوهم عن العلم أين وقعوا؟ وقعوا في الجهل وإذا وقعوا في الجهل أصلحوا من أسهل ما يكون يأمرونهم وينهونهم افعلوا كذا لا تبعلوا كذا فينشرون البدع فهذا الأصل أنهم أرادوا كيف نبعد الناس عن الدليل عن كتاب والسنة نقول الكتاب والسنة ما يفهمهما أي واحد وأتوا بشروط الصوفية أتوا بشروط للمفسر ربما ما توجد في كبار الصحابة ما توجد في كبار الصحابة حتى يعجز الناس عن التفسير نعم قال رحمه الله تعالى أرد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر يعني ما توجد في كبار الصحابة يعني وضع أوصاف ربما توجد في كبار الصحابة لماذا؟ حتى يبعد الناس عن كتاب والسنة لا تقول قال الله قل لا أنت ما فهمت معنى الآية أرجع على الشيخ فلان هو المرجعية يسمونه المرجع فلانك المرجع يحرف كلام الله السنة يحرف السنة إلى القبور قال عليه يعني أصد فوقه فيحرفون هذا كله نعم فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه نعم يعرض عنهما لا يتعلق كالإسماعيلية الآن الإسماعيلية يقول أنت بس قلت قلت إسماعيلية فرقة فرقة رافضة يقول أنت قلت فقط لا تجتهد لا تقرأ ولا لا لا أنت قلت اسمع ما يقول الشيخ ومنتهى الأمر لا تجادل عندهم من أصولهم لا تجادل الشيخ خلاص لا تجادل ماذا يقول أمشي نعم قال ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما نعم يعني تقول لي قال الله قال رسوله وأنت قال بعض كيف تقول هذا لا بد أن يكون ولي هو الذي يفسر القرآن أو يفسر السنة نعم فسبحان الله وبحمده كم بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذه نهاية الأصول الستة التي ذكرها الإمام رحمه الله هذا الله أعلم صلى الله وسلم على بينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر